في التدريب الأخير لمنتخبنا الوطني زملائنا في التدريب هناك في العين الإماراتية قالونا إنه لوي فيتوريا عمل ترتيب لمسدد ضربات الجزاء في منتخب مصر فنقول لحضراتكم مين هم ترتيب مسدد ضربات الجزاء في منتخب مصر عشان أول ما تتحس بضرب الجزاء أو نروح مثلا لضربات ترجيع فأيه بطولة تعرف على طول الترتيب مين رقم واحد في ترتيب لعيب منتخب مصر اللي بيسدد ضربات جزاء هو محمد صلاح التاني وده هو بيشوت كويس قوي بس تتصورت التاني هيبقى واحد تاني التاني مصطفى محمد أنا تتصورت إن التاني هيبقى زيزو بس زيزو موجود في المركز الثالث يعني محمد صلاح مصطفى محمد زيزو الرابع تريزي جي والخامس محمد النني فدول الترتيب بتاع مسدد ضربات الجزاء في منتخب مصر كلهم ما شاء الله بيشوتوا كويس قوي وان شاء الله ما نتحطش ما نتحطش في حاجة فيها ضربات ترجيح بإذن الله في كاس الوامر الأفريقية احنا شبعنا ضربات ترجيح في كاس الوامر الأفريقية الأخيرة وإن كان يعني أنا ما زلت عند رأي إن احنا في كاس الوامر الأفريقية الأخيرة عملنا أداء مهم جدا ومائز جدا نحن نوصل للمبرانية ونخسر بدربات ترجيح مع أقوى منتخب في القرى الأفريقية هو المنتخب السينيغالي إن شاء الله ربنا يكرمنا وزي ما قلت لكم متفائل جدا 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 بروي فيتوريا والجهاز اللي معاه وقائمة المنتخب الحالي متفائل إن شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله طيب